بعد هدنة قربت الثلاثة أشهر، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي ترسل مجدداً وزارة التربية الوطنية وتذكر الوزير محمد وجعوت بمجموعة المطالب التي أججت غضب المعلمين منذ السادس أكتوبر من السنة الماضية تنسيقية ساتذة التعليم الابتدائي وفي بيان لها دعت محمد وجعوت لاستغلال ما تبقى من الوقت لغاية الدخول المدرسي من أجل التكفل بانشغالاتهم التي ظلت محل تجاهل ولا مبالاة الوزارة منذ أشهر رغم سلسلة اللقاءات الماراتونية التي جمعت الطرفين في عديد المرات بيان التنسيقية حمل أسف المعلمين من عدم تجسيد الوزارة لبعودها التي تضمنها بيانها في شهر فبري الماضي والذي تعادلت فيه الوزارة الشروع في تربية بعض المطالب أهمها تعديل البرامج والمناهج وتقليص الحجم الساعي مما يخفف ثق المحفظة التلميذ تحديد تاريخ 31 مارس 2020 آخر أجل لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 تفعيل تعويض ساعة الدعم تعديل القانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي مما يسمح بتوحيد التصنيف مع أساتذة المراحل التعليمية الثلاث توحيد المذكرات البداوجية أين حدد شهر فبري 2020 كأقصى أجل لإعداد أولى دفعات المذكرات ونشرها على المنصة الرقمية وبداية سريان العمل بها إقر على المنحة المقررة من الوظيفة العمومي إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة المكوينين وأخيرا تثمين المهام الإضافية للمعلم مرسلة المعلمين لوزارة التربية وتذكيرهم بانشغالاتهم وبحسب متتابعين لشأن التربوي بمثابة مؤشر ودلالة على عدم طي ملف التعليم الابتدائي ما يحيي بدخول المدرسي قد يكون مضطربا ما لم تسارع الوزارة في تسوية مطالب المعلمين